المرأة الله سبحانه وتعالى وضعها في أساس التكوين البشري في صلاحه وفساده وجعل فيها التربية الأولى وجعلها امرأة ثوب للرجل وهو ثوب لها الستر فيها لذلك أراها إن صلحت صلح البيت وإن كان القيم فرعون وإن فسدت فسد البيت وإن كان القيم نبي فعلينا بالتربية الخالصة التركيز على تربية المرأة لتكون خلاقة قوية عاقلة لا نضعها دائما في الدونية